ناثل اليوم الناخب الوطني السابق واللاعب الدولي رابح ماجر أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيد محمد وحسب بصادر النهار فإن مثول رابح ماجر أمام قاضي التحقيق جاء إطاراً لسلسلة التحقيقات المتواصلة في استفادة عدة جرائد وطنية من أموال الإشهار العمومي دون حتى أن تطبع تلك الجرائد أو تصدر وقدم رابح ماجر العائد من الدوحة قبل أسبوع والذي كان يملك جريدة البلاغ رفقة شريك له تحت اسمية أو المسمى إبراهيم ميم التي كانت تصدر في وهران الوثائق التي تثبت أن الجريدة كانت تطبع وتنشر وقت استفادتها من الإشهار العمومي أمام قاضي التحقيق أذكرنا أن رابح ماجر غادر جريدة البلاغ بتاريخ الثالث نوفمبر 2019 والتي تم تصفيتها بتاريخ 28 أفريل 2020 وفي مكالمة مع النهار أكد رابح ماجر أن مثوله أمام قاضي التحقيق كان بغرض إفادته بالوثائق اللازم ومؤكدا أن فترة تسييره للجريدة كان يدفع أموال الضرائب والمطبع بصفة عادية وثقته كاملة في العدلة الجزائرية